بعد أن قضى قرابة ستة سنوات كوزير للعدل في الجزائر يعود مرة أخرى الطيب لوح إلى أروقة القضاء لكن كمتهم بعرقلة السير الحسن للعدالة مع سوء استغلال الوظيفة واستعمال النفوذ حيث استأنف مجلس قضاء الجزائر محاكمة وزير العدل السابق رفقة المفتش العام السابق لوزارة العدل ورجل الأعمال طارق كونيناف وتعود حيثيات القضية إلى أيام الوزير الطيب لوح عندما تدخل رفقة المفتش العام لوزارة العدل لإلغاء ثمانية أوامر بالقبض على رجل الأعمال طارق كونيناف صدرت في حقه من قبل محكمة غرب البلاد يحاكم وزير العدل السابق أمام المجلس الاستئنافي من أجل وقايع تتعلق بإعاقة السير الحسن للعدالة وإساءة استعمال الوظيفة لما كان مسؤولا عن نفس الجهاز القضائي الذي يحاكمه اليوم بالتدخل في ملفات قضائية بطريقة غير شرعية لصالح تبرئة رجال أعمال فاسدين وهذا رجل أعمال يحاكم معه اليوم إضافة إلى كبار مسؤولي الوزارة ويرى مراقبون أن استئناف محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح في هذا التوقيت تحمل عدة دلالات سياسية وقانونية من ناحية القانونية الأمر واضح وهو أنه ليس هناك استثناء للمحاكمة أو للمتابعة لكل شخص مهما كان موقعه من ناحية سياسية أحد الدلالات عميقة كذلك وهو أن النظام يريد أن يخاطب الرأي العام الداخلي والخارجي بأنه جاد في مسألة المتابعة والتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة تسليط عقوبة عشرة سنوات حبسا نافذا في حق الوزير السابق الطيب لوح مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري فيما فتحت المحكمة باب المرافعات أمام الدفاع قبل إصدار الأحكام وسبق للقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيد محمد في الجزائر العاصمة إدانة وزير العدل السابق الطيب لوح بثلاث سنوات حبسا نافدا في نفس القضية فيما أدين المفتش العام السابق لوزارة العدل بعامين حبسا نافدا حسن جزيري قناة الغد الجزائر ترجمة نانسي قنقر